أفدت مصادر الحدث بأن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بعدم التدخل في المواجهة مع جماعة الحوثي في البحر الأحمر مضيفة أن أمريكا حذرت إيران أيضا من العبث في الملاحة الدولية عن طريق الحوثي وكدت المصادر أن زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوسن إلى المنطقة هي بمثابة رسالة تحذير لإيران وشارت مصادرنا إلى أن الضرب إيران من ضمن التحذيرات الأمريكية لوقف العبث في طرق الملاحة الدولية وفي تواصل الهجمات الحوثي على السفن في البحر الأحمر أعلنت هيئة تابعة للبحرية البريطانية أن قوة بحرية متعددة الجنسيات أحبطت هجوما بخمسة زوارق على سفينة شمال غرب جيبوتي وكانت هيئة عمليات التجارة البريطانية كشفت عن تعرض سفينتي شحن تجاريتين لإطلاق نار قبالة سواحل اليمن الغربية ووضحت الهيئة البريطانية أن انفجارا أصاب أحد السفن قبالة ميناء المخى فيما هجم مسلحون سفينة أخرى شمال غربي المخى وأجبروها على تغيير مسارها مؤكدة بأن السفينة وطاقمها في أمانا حاليا وتبنى الناطق العسكري لميليشيات الحوثي تنفيذ الهجومين بطائرات مسيرة ضد السفينتين وكان مسؤولين أمريكيين كشفا في وقت مبكر اليوم عن تعرض سفينة في جنوب البحر الأحمر لهجوم بمقذفات تم إطلاقها من مناطق سيطرة الحوثيين المسؤولون الأمريكيون قالوا أن المدمرة يو أس أس كورني استجابت لنداء استغاثة من سفينة تحمل السويس وان أتلعنتيك عقب تعرضها للهجوم تأتي هذه الهجمات بعد شهر من أعلان الحوثيين حظر مرور جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية في حين تنفي إسرائيل علاقتها بالسفن المستهدفة قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن بلادها ستقود قوة بحرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة إلى البحر الأحمر مشددا على ضرورة وقف دعم إيران لهجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر نقود فرقة عمل متعددة الجنسيات لدعم المبدأ الأساسي المتمثل في حرية الملاحة يجب أن يتوقف دعم إيران لهجمات الحوثيين على السفن التجارية سنواصل تزويد إسرائيل بالمعدات والأسلحة اللازمة بما في ذلك ذخيرة الحية والمركبات التكتيكية وأنظمة الدفاع الجوي وسنواصل دعم مهمة إسرائيل في تحديد مكان جميع المختطفين وإطلاق صراحهم من جانبه ندد جوزيب بوريل مسؤول سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بالهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في البحر الأحمر وقال بوريل على منصة X إن تعطيل الملاحة الدولية والإخلال بالأمن البحري أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف مضيفا أن الاتحاد يعمل بالتنسيق مع الشركاء للتصدي بفاعلية لتلك التهديدات للسلم والأمن في البحر الأحمر ومن الرياض ينضم إلينا العميد داروكن محمد الكوميم المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني سيادة العميد داروكن أهلا بك معنا في الأخبار الليلة على شاشة الحدث يعني اليوم نتحدث عن تحالف دولي بمواجهة الحوثيين فقط كيف يمكن قراءة هذا المشهد الآن كل هذا التحرك لمواجهة تهديداتهم أولا مساء الخير وتحية لك والمشاهدين الكرام للأسف الشديد اليوم العالم يجني ويحصد نتائج التعاطي الناعم مع هذه المليشتة الإرهابية واليوم نرأها تعظم القدرات الحوثية في الأسلحة والصواريخ وتهديده للمخط الملاح البحري وهذا ما حذرنا منه منذ سنين ونحن نحذر من هذه المليشيات الإرهابية وقلنا أن اتفاق ستوكولم كان أكبر خطأ استراتيجي ارتكبته أمريكا وبريطانيا بإجبار الحكومة الشرعية بالتوقف على تقوم ميناء الحديدة وهو الميناء الذي سمح بتدفق تلك الأسلحة التي اليوم الحوثي يهدد العالم بها إضافة إلى أن هذه الاتفاقية هي التي أيضا أوقفت تحرير بقية الصاحل اليمني وما بعده من آثار سلبية اليوم الحوثي أصبح مؤذي لخطة الملاحة البحري واليوم العالم يرى ذلك التعاطي نعم أين أوصله من نتائج كارثية يعاني العالم منه كثيرا طيب هل يمكن فهم ما هي استراتيجية الحوثي ومن أين يستمد المعلومات الاستخباراتية يعني هم يقولون أنهم يسهدفون سفنان متوجهة إلى إسرائيل على أي أساس يعرفون أن هذه سفن متجهة إلى إسرائيل أين هي مراكز عملياتهم هذا أولا الحوثي ما زال يسيطر على تقريبا 300 كيلو متر من خط صاحلي البحر الأحمر تكلمنا كثيرا عن التقنيات التي يعمل بها الحوثي التقنيات وتكولوجيا إيرانية الرادارات الإيرانية الأسلحة والصواريخ والطير المسير الإيراني إضافة إلى أن هناك الخبراء الإيرانيين الذين يعملون مع الميليشيات على خط صاحل البحر الأحمر هناك سفينة بشهادة التي جاءت بديلا لسفيرة شاهز وهي مركز عملياتهم تقدم لإيران في تلك المنطقة هناك أجهزة ملاحية تستطيع رصد كثير من تلك السفن اليوم الحوثي أصبح يقدم خدمة جليلة لإيران ويثبت أنه شرطي إيران وواضح أن العملية الآن أصبحت إظهار نفوذ إيران في المنطقة ماذا استفادت غزة من هذه العمليات لا شيء المتضرر الوحيد من ما يعمل الحوثي اليوم هو الشعب اليمني يعاني الشعب اليمني كثيرا سيعاني كثيرا من هذه الميليشيات العقلانية العالم الآن كله متوجه في البحر وهل ما عمله الحوثي كان من ضمن المخطط الأمريكي والعالمي للتوجه والتحكم في خط الملاحة بهذا الشكل أربعين دولة متوجدها الآن إضافة إلى الوحدات المشتركة السابقة 153 و153 وهي تعمل منذ السنين في تأمين خط الملاحة البحري اليوم الحوثي أيضا شكل أذى كبير لقالات السويس والخط والدول العربية المحيطة أو المحاذية للساحل البحر الأحمر ويهدد الخط التجارة العالمي بشكل كبير جدا يجب على العالم أن يعمل بشكل قوي لإيقاف هذه العربة في البحر الأحمر هذه القوة الدولية سيادة العميد الروكن يعني اليوم عسكريا هل نتحدث فقط عن أن هذه القوة الدولية يمكنها أن تمنع الحوثيين من الاعتداء على سفن أو هكذا قوة يمكنها اليوم كذلك أن تستهدف مواقع للحوثي ضمن الأراضي اليمنية وليس فقط المياه أنا بصرحة أشكك في نجاح هذه الوحدة التي ستنشأ إضافة إلى الوحدة السابقة لأن تأمين البحار عملية مكلفة جدا وعملية بائضة وعملية تحتاج إلى أموال طائلة وهائلة ولو كانت الحديدة تحررت وبقية الموال كان الأمور أسهل بكثير مما يجري اليوم لن تحقق الضربات كمان إذا اعتقدنا أو افترض أنها ستكون ضربات لا يمكن أن تحقق هدفها نتكلم على جماعات ميليشيات إرهابية لا تقل على القاعدة وداعش على نطلق بل أكثر تعمل بنظام العصابات اختطاف سفن إصابة أهداف تجارية أو سفن تجارية على خط المراحة بصواريخ أو طيران مسير قليل التكلفة يستطيعون إذا الهداف الاقتصادية الرخوة كالسفن التجارية المتحركة وبالتالي لا أعتقد أن هناك ستكون نتائج كبيرة ومحققة في المدى القريب ولكن ستعتمد نتائج هذه التحالف الجديد أو الخطة القوة الجديدة على مدى التنسيق وتنظيم التعاون وعلى مدى قدرتهم على جمع المعلومات عن هذه الميليشيات الإرهابية سواء في البحر أو على الساحل أو حتى في عمق الجغرافية اليمنية التي تستطيع الميليشيات الحوثية أن تعمل من خلالها كيف سيكون التعاون فيما بين تلك القوات كيف سيتم التنسيق الأمني والحصول على المعلومات هذا ما ستثبته الأيام هل هناك سيكون هناك فعالية أم قد تنعكس هذه العملية وتحقق قوة إضافية للحوثي ننتظر ونرى قادم الأيام شكرا جزيلا لك ضيفنا من الرياضة العميد الركن محمد الكوميم المحلل العسكري والاستراتيجي اليمن المحلل العسكري والاستراتيجي اليمن